الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد لله تعالى كتاب الصيام قال المؤلف رحمه الله يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف ولا يصح من حائض ونفساء يعني الحائض لا يصح منها الصوم ولا يجوز لها أن تمسك بنية الصيام ويجب عليهم القضاء الحائض والنفساء يجب عليهم القضاء أي قضاء ما فاتهما من رمضان بعد رمضان الشرح صوم رمضان واجب لأنه أحد أعظم أمور الإسلام الخمسة وهو أفضل الشهور وإنما يجب الصوم باستكمال شعبان ثلاثين يوما أي من ابتداء رؤية هلال شعبان أي بالمراقبة العيانية أو برؤية عدل شهادة أي ظاهر العدالة هلال رمضان بعد غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان والعدل المقصود هنا هو المسلم الذكر الحر الذي سلم من الكبائر يعني من كبائر الذنوب ومن غلبة الصغائر على طاعاته أي على حسناته مع كونه ملتزما بمروءة أمثاله أي محافظا على أخلاق أهل الفضل من أمثاله أي فلا يشتغل بتطيير الحمام ولا الإكثار من الروايات المضحكة التي ما فيها ثمرة ما فيها فائدة ولو كانت مباحة ولا الإكثار من لعب الشطرنج ونحو ذلك فإذا شهد عدل على هذه الصفة بأنه شاهد هلال رمضان بقوله أشهد أني رأيت هلال رمضان الليلة ثبت الصيام في حق نفسه وفي حق غيره أما إذا قال أهل الفلك غدا أول رمضان اعتمادا على الحساب فلا يجوز الصوم اعتمادا على قولهم وهذا الحكم في المذاهب الأربعة يعني لا يعتمد في إثبات صوم رمضان في ابتداء رمضان على قول أهل الفلك على قول المنجمين لا يعتمد عليهم وهذا في المذاهب الأربعة يعني في المذاهب الشافعي هذا الحكم ومالك وابي حنيفة وأحمد ويشترط في من يجب عليه الصوم الإسلام والتكليف أي البلوغ والعقل فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائه في الدنيا وإن كان يجب عليه وجوب عقاب على تركه في الآخرة الكافر الأصلي كاليهودي مثلا هذا في الدنيا لا يقال له صم وهو كافر لأنه كافر لا يصح منه الصوم لكن في الآخرة كسائر الكفار الأصليين سيعذب على كفره وعلى تركه الفرائض التي لو كان مسلما كان يستطيع أن يؤديها ليس فقط على الكفر ولا يجب على الصبي لأن الصبي لا يجب عليه شيء هو من دون البلوغ لكن يجب على الأبوين أن يأمراه بالصوم بعد سبع سنين إن أطاق جسمه وتحمل ولا يجب أيضا على المجنون لأنه ليس مكلفا وأما المرتد فيجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام في أيام ردته ولا يجب الصوم أيضا على من لا يطيقه حسا لكبر أو مرض يرجى برؤه إنسان مريض ومع هذا المرض لا يستطيع أن يصوم ينضر من الصيام لا يجب عليه الصوم وإن كان يضره لا يجوز له أن يصوم وكذا من لا يطيقه شرعا كالحائض والنفساء فإنهما لا يجب عليهما وجوب أداء بل يجب عليهما وجوب قضاء وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه ويحرم الإمساك على الحائض والنفساء بنية الصيام أما إذا وافقت الصائمين لم تأكل ولم تشرب الحائض والنفساء ولم تنو الصيام فليس عليها إثم ليس عليها معصية ولا يجب عليهما تعاطي مفطر الحائض والنفساء انطهرتا أثناء نهار رمضان لم يجب عليهما إمساك بقية النهار يعني امرأة حائض أو امرأة نفساء في أثناء النهار انقطع الدم دم الحائض أو دم النفاس هذا اليوم لا يصح صومه انتهى هذا لا بد أن تقضيه فيما بعد فهنا لا يجب عليها أن تمسك بقية هذا النهار ويجب على الحائض والنفساء وعلى كل من أفطر لعذر أو غيره القضاء إلا من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ليس عليهما إلا الفدية قال المؤلف رحمه الله ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر يعني إذا سافر سفرا طويلا الذي تقصر فيه الصلاة وهو ستة عشر فرسخا أي ما يساوي ثمانية وأربعين ميلا والميل مقدار ألفي ذراع وعلى قول ثلاثة آلاف وخمسمائة وعلى قول ستة آلاف لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم يعني لو كان لا يشق عليه الصوم يجوز له أن يفطر لكن ما هو الأفضل؟ إن كان لا ينظر ولا يشق عليه الصوم الأحسن أن يصوم لأن الله تعالى قال وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أما إذا كان يضره فلا يجوز وإن كان يشق عليه فالأحسن أن يفطر هذا للمسافر سفر قصر ولمريض وحامل ومرضع يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر المريض الذي لا يحتمل ليس مجرد أنه مريض مثلا بزكام؟ لا كذلك الحامل إن كانت تنظر أو ينظر الجنين الذي في بطنها ومرضع إن كانت تنظر هي أو يقل اللبن بحيث ينظر الولد يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر ويجب عليهم القضاء كل هؤلاء يجب عليهم القضاء قال المؤلف رحمه الله ويجب التبييت قال عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه البيهقي والدار قطني التبييت إيقاع النية بالليل الليل ما بين المغرب والصباح في كل هذه المدة إذا نوى قصد صوم اليوم التالي فهذه نية لو أكل بعد النية لا يؤثر لو أتى امرأته التي تحل له بعد أن نوى في الليل لا يؤثر إنما يلزم أن يوقع النية في الليل مسألة قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه عن أحمد إذا نوى صوم جميع الشهر في أول ليلة منه أجزاءه لجميعه يعني تسهيل هذا عند مالك وقول عند أحمد في ليلة اليوم الأول من رمضان يقول في قلبه وإن أجراها على لسانه لا بأس نويت صوم ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى يصح منه ذلك أما عند الشافعي لابد في كل ليلة لأن كل يوم عبادة مستقلة كالصلاة ثم الصلاة الأخرى ويتخلل الصلاتين ما هو ينافي الصلاة من كلام الناس والأكل والشرب ونحو ذلك أما الحائض المرأة الحائض أو التي تتوقع أنها تحيض في شهر رمضان فهذه ماذا تفعل تنوي كل يوم بيومه بالليل عند الحنفية يصح أن تنوي بالليل ويصح أن تنوي بعد طلوع الفجر إلى نصف النهار إلها ولغيرها يعني إذا كانت في حالة الطهر أكيد نحن نتكلم عن امرأة تتوقع أنها تحيض فهذه يعني تعتقد أنها تحيض في شهر رمضان فلا تنوي عن كل شهر رمضان أما إن كانت لا تحيض تنوي عن كل الشهر كالرجل أو كانت تعتقد أنه لا يأتيها الحيض تعاطت مثلا بعض الأدوية التي تمنع بحسب العادة دم الحيضي فنوت على مذهب مالك في ليلة اليوم الأول عن كل الشهر فهذا يصح قال أبو حنيفة صوم شهر رمضان والنذر المعين يصح بنية من النهار قبل الزوال قبل أن يدخل الظهر يعني إلى نصف النهار كيف تقول في نيتك لكل يوم بيومه نويت بالقلب هذا تقصد بالقلب وإن أجريت على اللسان حتى يكون مع القلب يعني نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى الشرح يجب تبييت النية أي إيقاع النية ليلا فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قبل أن يفطر بعد الغروب يعني دخل المغرب بعد ما أكل يصح أن ينوي فإن نسي تبييت النية لزيمه الإمساك بقية النهار وقضاء هذا اليوم أما صوم النفل السنة يريد أن يصوم الاثنين أو الاثنين والخميس مثلا أو يصوم يوما ويفطر يوما فتجزئ فيه النية قبل زوال الشمس قال المؤلف رحمه الله والتعين في النية لكل يوم يعين كل يوم يعين يقول أصوم غدا عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى قال المؤلف رحمه الله والإمساك عن الجماع يعني لا بد أن يمسك الصائم في أثناء النهار عن أن يأتي امرأته بالجماع فإذا أتاه بالليل هذا حلال له كما جاء النص بذلك في القرآن الكريم الشرح أن من شروط صحة الصوم الإمساك عن الجماع أي أن يكف الصائم نفسه عن الجماع في فرج ولو لبهيمة وهذا حرام أكيد فمن فعل مع العلم والتعمد والاختيار أفطر وسواء في هذا الحكم الواطئ والموطوئة فإن صيام كل منهما يفسد وإنما يختلف الحكم في الواطئ والموطوئة في كفارة الإفساد بالجماع فالكفارة على الواطئ أي الرجل ليس على المرأة الموطوئة لكن حرام على المرأة أن تمكن زوجها من فعل الحرام من إفساد صومها وإفساد صومه بالجماع في أثناء نهار رمضان قال المؤلف رحمه الله والاستمناء وهو استخراج المني بنحو اليد الشرح أن الاستمناء وهو إخراج المني بغير الجماع مفطر سواء كان بيد نفسه أو بيد زوجته أو بسبب القبلة أو المضاجعة بلا حائل فإنه يفطر به مع العلم والتعمد والاختيار أما إذا إنسان نام وكان في نهار رمضان ورأى مناما احتلم فخرج منه المني فلا يفطر بذلك وليس عليه إثم مسألة من حركت القبلة شهوته وخاف أن ينزل كرهت له أي كره له ذلك كراهة تحريم يعني لا يجوز أن يقبل الرجل امرأته أثناء نهار الصوم بشهوة وهو يخشى الإنزال أما إن كان بلا شهوة ولا يخشى الإنزال ما عليه معصية بهذه القبلة وما يقوله بعض الناس القبلة تفطر فهذا الكلام غير صحيح فإذا حالتان قبل امرأته ولا يخشى الإنزال فليس عليه إثم قبل امرأته بشهوة ويخشى الإنزال لا يجوز له ذلك قال المؤلف رحمه الله والاستقاءة يعني من تعمد القيء بنحو إدخال إصبع إصبعه إلى فمه تقيأ فسد صومه أما إذا غلبه القيء فلا يفسد صومه لكن الذي يخرج من المعدة هذا القيء نجس ماذا يفعل؟ لا يبلعه ثم يطمضمض يطهر فمه ويكمل صيامه قال المؤلف رحمه الله وعن الردة الشرح أن من شروط الصيام الإمساكة أي كف النفس عن الردة أي عن قطع الإسلام والعياذ بالله تعالى منها جميع النهار فإذا إنسان في نهار رمضان حصل منه كفر كأن شتم الله أو شتم الصوم أو شتم رمضان أو شتم الملك من الملائكة كعزرائيل وجبريل أو شتم نبيا من الأنبياء أو استخف بشرع الله أو طرأ عليه اعتقاد فاسد كأن اعتقد أن الله له شكل أو لون أو حجم أو جسم أو يد جارحة أو وجه بمعنى الصورة أو رجل بمعنى الجارحة كل هذا يعتبر من فساد الاعتقاد ومن كان عليه لا يكون مسلما كالذي يعتقد أن الله يجلس على العرش أو يستقر عليه أو يحاذيه أو يعتقد أن الله ينزل حقيقة ويصعد حقيقة أو يتحرك أو يسكن كل هذا يسمى اعتقادا فاسدا أو رمى المصحف في القاذورات أو داس على المصحف أو داس على ورقة يعلم أن فيها بسم الله الرحمن الرحيم فكل هذا يخرج من الملة من حصل منه خرج من الإسلام في أي يوم كان وراحت حسناته إن هدمت حسناته ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله الحسنات راحت فورا عليه أن يتشاهد إن كان في نهار رمضان وتشهد فورا يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم قال المؤلف رحمه الله وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالص الطاهر من معدنه يعني إذا دخل إلى جوفه شيء له حجم متعمدا بإرادته يعني ليس مغلوبا من منفذ مفتوح كالفم والقبل والدبر والأنف أما الأذن ففيها خلاف والعين عند الشافعي ليست منفذا مفتوحا فهذا لا يفطر كذلك إذا عملت له إبرة في العضل أو في الشريان في الوريد أو تحت الجلد فهذا لا يسمى منفذا مفتوحا كذلك إذا ادهن بالزيت ولو تشربت المسام أو قطر في عينه فهذه ليست من المفطرات أما استعمال بخاخ الربو فهذا يدخل منه ذرات إلى الجوف من منفذ مفتوح يفطر فإذا قال إنسان هذا مريض ويحتاج إليه إن كان يضره تركه يستعمله يكون أفطر لعذر ثم يقضي بعد رمضان إن استطاع ذلك لكن لا يقال ليس مفطرا والسيجارة مفطرة شربها يعني والأرقيلة كذلك أما من أكل أو شرب ناسيا ولو في صيام النفل يعني في رمضان أو في صيام النفل فلا يفسد صومه لكن إن رأيناه يأكل أو يشرب وهو صائم في نهار رمضان وجب علينا أن نذكره قال المؤلف رحمه الله وأن لا يجنى ولو لحظة إذا طرأ عليه الجنون فسد الصيام وأن لا يغمى عليه كل اليوم إذا أغمى عليه جزءا من النهار لا يفسد إذا أغمى عليه كل النهار هذا الصوم فسد يعني يلزمه قضاء هذا اليوم قال المؤلف رحمه الله ولا يصح صوم العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة الأيام التي بعده تسمى الثلاثة تسمى أيام التشريق هذه لا يصح ولا يجوز صومها وكذا النصف الأخير من شعبان أي النصف الثاني من شعبان ويوم الشك وهو اليوم الثلاثون إذا تحدث الناس في ليلته برؤية الهلال ولم يعلم أن ثقه هو رآه وشهد بذلك إنما جرى حديث من قبل بعض الفسقة مثلا أو بعض الصبيان مثلا إلا أن يصله بما قبله إذا صام الخامس عشر ووصله صام كل شعبان يجوز أو ما قبل النصف يعني ووصله يجوز أو لقضاء كان يصوم في النصف الثاني من شعبان بعد نصف شعبان يصوم للقضاء أو للنذر كان عنده نذر أراد أن يفيه فصام في النصف الثاني من شعبان أو ورد كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم الاثنين والخميس فيجوز له ذلك يعني يصح منه هذا الصوم وله ثواب بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم وهذا الحديث دليل لأهل الحق أنه لا بد من مراقبة الهلال وأن الصوم لا يثبت بكلام أهل الحساب والفلكيين إنما يثبت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وهذا الحكم ما نسخ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي رؤية الهلال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فتجب المراقبة لا تهملوا هذا الأمر هذا فرض على الكفاية ليس فقط لشهر رمضان بل لرمضان وشوال وما بعده لذي القعدة وذي الحجة وللمحرم لكل الشهور يجب أن يراقب يجب أن يقوم بعض المسلمين بمراقبة الهلال ولا يكتفى بمجرد الحساب ومجرد كلام الفلكيين قال المؤلف رحمه الله ومن أفسد صوم يوم من رمضان ولا رخصة له في فطره بجماع فعليه الإثم أي الكبير والقضاء فورا أي في اليوم الثاني من شوال الذي هو الشهر الذي يلي شهر رمضان وكفارة ظهار وهي عدق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أي تمليك كل واحد منهم مدا أي غالب المد من غالب قوة البلد المد هو ملء الكفين المعتدلتين مدا من غالب قوة البلد الشرح يجب على من أفسد بالجماع وحده صوم يوم من رمضان يقينا ولو حكما كأن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام ولا رخصة له في فطره القضاء مع الإثم والكفارة الفورية لأنه عمل ذلك متعديا وهي ككفارة الظهار في صفتها وهي عدق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا أي تمليك كل واحد منهم مدا من غالب قوة البلد والمد هو ملء الكفين المعتدلتين كما تقدم قبل ذلك وتتكرر هذه الكفارة بتكرر الأيام ولا تجب على الموطوئة المرأة يعني التي جمعت ولا كفارة على الواطئ إن كان ناسيا للصوم أو جاهلا معذورا كأن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من العلماء وما سمع هذا الحكم بالمرة وكذلك إن جامع مكرها أكرهه شخص على الفعل فلا كفارة عليه كما أنه لا يفسد صومه ومن أفسد صوم يوم في غير رمضان ولو كان صوما واجبا بنذر أو نحوه فلا كفارة عليه لكن إن كان هذا اليوم يصومه عن النذر هذا واجب لا يجوز أن يقطعه عليه معصية لكن ليس عليه كفارة يعلم من ذلك أنه لا تجب الكفارة على من أفسد صومه بالتعدي بغير الجماع لكن حرام وأنه لا كفارة ولا إثم على من جامع في نهار رمضان بنية الترخص بسفر أو مرض بأن كان مسافرا سفرا يبيح الفطر قلنا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة أو مريضا يجوز له الإفطار بسبب المرض الذي يشق معه الصوم لا يحتمل معه الصوم فأراد أن يترخص بالإفطار بالجماع أما إذا جامع المريض أو المسافر في نهار رمضان بغير نية الترخص فعليهم الإثم لكن بلا كفارة بيان الترخص معناه العمل بالرخصة الشرعية وهي هنا أن يأخذ المريض والمسافر بالرخصة الشرعية ليفطراء مسألة لا يستحب للصائم الحجامة لأنها تضعفه لكنها لا تفسد صومه مسألة في المذهب الحنفي لا تجب زكاة الفطر على الرجل عن زوجته وأولاده الكبار الولد إذا بلغ الصبي إذا بلغ نفقته سقطت عن أبيه وزكاة الفطر تتبع النفقة في المذهب الحنفي لا تجب زكاة الفطر على الرجل عن زوجته وأولاده الكبار وطفله الغني الذي عنده ما يكفيه يعني عنده الكفاية فائدة أخرى أيضا السحور وزان ورسول ما يؤكل في السحر وقت السحور يدخل وقت هذا الفعل يدخل بعد منتصف الليل إذا أراد الشخص أن يتسحر لأن الرسول قال تسحروا فإن في السحور بركة وقال تسحروا ولو بجرعة ماء يعني لا تتركوا هذا السحور لأنه سنة نبوية عن الرسول والسحور بالضم فعل الفاعل مسألة يستحب للصائم أن يتسحر ففي صحيح البخاري تسحروا فإن في السحور بركة ويستحب تأخير السحور إذا تحقق بقاء الليل وتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ليس كما يفعل بعض الناس يستعجلون قبل التحقق من غروب الشمس يفطرون كيف تتحقق من غروب الشمس إذا كنت في أرض مستوية ورأيت قرص الشمس غابة واعتقدت أنه غابة غاب ضوءه عن التلال المحيط بالبلد معناه دخل المغرب والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الظلام منها هنا وأشار إلى المشرق فقد أفطر الصائم أي ظهور العتمة من جهة المشرق دليل على غروب الشمس ودخول المغرب لا تستعجلوا بالإفطار قبل التيقن من غروب الشمس حصل في بعض الإذاعات الاستعجال قرروا أصدروا صوت الأذان وضربوا المدفع وكانت الشمس بعد لم تغرب وهذا شهدته بعيني في بعض الأيام في رمضان فلا تستعجلوا ويستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ويستحب أن يدعو عند إفطاره فيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة لا ترد عند فطره فأكثر من الدعاء عند الإفطار وادعوا الله لنا معكم بارك الله فيكم مسألة وهل يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه وجهان أحدهما قال الشيخ أبو حامد يكره إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فإذا أراد الشخص أن يصوم يوم الجمعة يصوم يوما قبله ويصوم يوما بعده إلا أن يكون هذا لعادة له يصوم يوما ويفطر يوما أو كان كصوم نحو يوم عرفة فهنا يقول بعض الفقهاء لا يكره له لو صامه وحده نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومينكم صالح الأعمال اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أزواجنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أكرمنا برؤية وجه حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين اجعل دعاءنا هذا مستجابا والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال ماذا يفعل من يكثر منه الغضب الشخص الذي يكثر منه الغضب ينبغي أن يتذكر الموت وأنه لا بد سيفارق الدنيا وأنه سيقف للعرض والحساب ستعرض عليه أعماله وسيحاسب وينبغي أن يتذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رجلا سأل النبي محمدا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله قال لا تغضب الغضب سبب للوقوع أحيانا في الكفر أحيانا في المعاصي الكبيرة أحيانا في غير ذلك من القبائح فإياكم والغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد الذي يغلب الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه عند الغضب الغضب سبب لكثير من الشرور فاحذروا ذلك حتى لا تقعوا في الهلاك ما معنى الآية كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء لشخص أن يضل يضل وإذا شاء لشخص أن يهتدي يهتدي هذا الشخص الآية واضحة في ذلك وهنا الضمير راجع إلى الله كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فإذا سئلت إذن لما يحاسب الإنسان لأن الإنسان له اختيار لكن تحت مشيئة الله فإن هو وجه قصده نحو الشر الله يخلقه عند ذلك لكن هو وجه قصده نحوه الإنسان مختار تحت مشيئة الله الله تعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يعترض عليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون نحن سلمنا لله تبارك وتعالى ونسأله النجاة سبحانه ما معنى الحديث المتمسك بسنة عند فساد أمتي له أجر شهيد معناه الذي يتمسك بالشريعة عند فساد الأمة وقد فسدت الأمة له أجر شهيد ولو كان مات على فراشه الذي يتمسك بالشريعة الشريعة هي العقيدة والأحكام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المقصود بالسنة هنا صلاة السنة لا الذي يتمسك بشريعة الرسول يتعلم ما فرض الله ثم يطبق يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ثم لا يقصر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بجد لو مات على فراشه له أجر شهيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الأخير الذي يقرأ القرآن وهو فيه يتتعتع له أجران هذا حديث ما معناه هذا الحديث ليس معناه قراء القرآن وحرفه لا ليس معناه غير حروفه غير حركات الإعراب لا معنى هذا الحديث الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة مخلصا لله وهو عليه شاق له أجران لأنه أخرج الحروف مما خارجها نطق باللفظ صحيحا مع المشقة فزاد ثوابه بسبب المشقة ليس معناه يتتعتع أنه يغلط فيه لا إنما معناه يخرجه صحيحا لكن مع مشقة أحيانا يكون أعجميا يسلم ثم يريد أن يتعلم القرآن فيجد صعوبة باللفظ لأنه ما تعود هذه الحروف وليس معناه حرف القرآن لا أكثر الناس يقرؤون القرآن دون أن يتلقوا ذلك من أهل المعرفة بالقراءة الثقات لا ثواب لهم لماذا؟ لأن الله تعالى قال يتلونه حق تلاوته ما هو حق التلاوة؟ التلاوة الموافقة لتلاوة رسول الله التي علمها للصحابة ونقلت إلينا بالإسناد المتصل قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تخض بلسانك فيما لا تعلم كيف تقرأ القرآن وأنت لا تعلم؟ الحافظ الخطيب البغدادي قال عندنا أي عند العلماء الذي يقرأ القرآن لنفسه دون قارئ ثقة يتلقى منه يقرأ عليه فهذا القارئ يقرر له قال هذا عندنا لا يسمى قارئا إنما يسمى مصحفيا والذي يقرأ ويطالع في الكتب باسم طلب العلم بلا معلم ثقة يتلقى منه قال هذا لا يسمى عالما هذا يسمى صحفيا قرأ الصحائف وكم وكم من الناس ضلوا لأنهم طالعوا في الكتب دون أن يكونوا وصلوا إلى درجة التمييز فاعتقدوا الفساد والباطل فضلوا وكفروا والعياذ بالله الله تعالى ينجينا وإياكم من الزلل والحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكى